إنما عايزين بقى نعمل صورة وردية عايزين بقى نقولكوا إن السجون دي لاا دي مي السجون دي جامعات اقوة هتقول السجن لا زعل منك دي مي السجون عادية دي جامعات بتخرج علماء بتخرج فنانين فعايزين نعمل حاجة كده فنيجي عاملين إيه بقى؟ نيجي عاملين كرال السجن النهاردة بيروجوا لميديو فيه كرال من السجن من المساجين أو ناس لابس أزرق وستات لابس أبيض مساجين بقى الله أعلم الله أعلم كان لفت نظري حاجة في الكرال ده في الفيديو الكرال بيغني أغاني وطنية ومعاهم مايسترو سوري لفت نظري حاجتين في الفيديو أنا أسيبك تشوف الفيديو وإنت أقول لي إيه الحاجتين لفتوا نظرك يلا بقى كده من الأرض ماxiابلان في فيه الحاجتين وإنت أقول لي إيه الحاجتين gone результат كده ماxiابلان ماayı في فيه الحاجتين وإنه sustainability مبدئيا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو ده اول حاجة في الفيديو ده مش لافت نظري مش دون نظريتين اللي اقولهم هجيلك دلوقتي انهم غنوا التتر بتاع بوابط الحلواني اللي بنا مصر كان في القصط حلواني ودي واحدة من اشهر تترات المسلسلات واللي عملها الراحل بليخ حمدي لحن بليخ حمدي وكانت غناء الاستاذ علي الحجار والمجموعة انا بس وانا بس شو الفيديو افتكرت اني بليخ حمدي اتسجن اه سوري هرب من مصر بعد قضية ساميرة مليان وتعامل عليه حكم هرب من مصر وقعد خمس سنين في باريس ولولا الضغوط على الرئيس مبارك ما كانش هيرجع وكان هيموت في الغربة وعاد بليخ حمدي بعد هذه الوقعة مش هو بليخ خالص يعني بليغ اللي كان قبل الكرسى دي قبل المصيبة دي مش هو بليغ ابدا اللي قعد خمس سنين قبل ما يطلع باريس ويهرب هرب 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 يقينا هرب وقعد خمس سنين باريس وتونس شوية يعني والتونسة يموته في بليغ غدا التونسة عاشئين لبليخ حمدي فانا افتكرت ان بليغ اصلا اغنيته بتغنى جوه السجن وهو كان هربان من السجن يعني هرب مش بليم بليغ يعني بس دي مش ملحوظة لكن ملحوظتنا اللي شفتهم في الفيديو ده حاجة عجيبة جدا اولا قاتل فيديو كده عليه اولا انا معرفش دول ازا كانوا مساجين ولا بس عندنا كم ارج تلاتة تلاتة ارج وعازف درامز واتنين اقاع او تلاتة تلاتة اقاع وكرال ما شاء الله حاجة جامدة جدا حلوة قوي وشايفين العازفين الحقيقة بيأزفوا بشكل محترافي جدا اوكي كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه اللي انا مستغرب له بقى عليه حاجة واحدة بس اول مرة اشوف فرقة فيها مايسترولير الجالة ومايستروليرستات دي غريبة جدا يعني هنشوف بص اهو بص الراجل اهو مايسترولير الجالة لما هيفتح الكاميرا او هيجي الصوت الحريمي مايسترولير الحريم ايه ليه يعني مش فاهم يعني اهو ليه بقى ليه كده ليه الاستاذة اللي واقفة بتعمل ايه بتقود الكرال بس طب ما هو فيه مايسترول طيب بصرف النظر بقى عن القصة دي المرحوزة التانية لقيت الاخ نشأة اديه قاعد في المتفرجين افتح الكاميرا كده على المتفرجين هتلاقي نشأة اديه قاعد ايوة نشأة لا يترك اي حاجة لوزارة الدكلية الا لازم يحضرها لان ابو الزابط ابو الزابط القصة دي بقى بمناسبة ايه خليك خلي الصورة كده بمناسبة ايوة تعرف طب فين الجمهور ولا تعرف يعني وحمد الرزق طبعا ما عرفش حمد الرزق قاعد اه حمد الرزق قاعد هناك اهو اه بس انا لفت نظر نشأة تديه ايه لا يترك شاردة او واردة لوزارة الداخلية الا لما يبقى فيها بس فين اقولكم مصطفى بكري ما قاعد اهو برضو اهو مصطفى بكري قاعد جنب نشأت ايه بقى بمناسبة ايه الليلة دي يعني بمناسبة ايه الليلة هو تحسين صورة السجون طب بيتكلموا مين يعني انتو بتخطبوا مين بتقولوا لمن ان السجون عندنا فل هل ده مثلا للمنظمات بتاعقول انسان العالمية مش بيفهمه عربي ولا ولا يصدقوك ان دول سجين ولا يصدقوا اي حاجة طب هل دي حفلة بمناسبة ايدي الام بمناسبة وطنية طب هل انتو عايزين تقنعوا المصطيني في الشارع اللي على الهاوي وفي البيوت واللي المحلات ما تقفل واللي عليهم غرامات واللي مطلوب منهم الفاتورة الإلكترونية بقى هل بتقنعوا من دي مصر زي الفل ولا يقتنعوا اذا الحفلة دي لايه هي بس حاجة كده العسكور فكر فيها تحسن صورة الداخلية انما الرسالة يا سادة البلاد مش بتتبني بالغنى البلاد بتتبني بالتخطيط انت عارف زمان عارف سيد درويش ده اتعامل مغني ازاي وسيد درويش اصلا يعني كان شاب ابو نجار غلبان عايشين في بيت تلاتة متر مفيش تلاتة متر والله بيتهم في كومة دكة قد كده قد كده انا رحته قد كده بلا مبالغة كم دور كده بس هو تهدد دلوقتي واندروح تصورت بقياه يعني ولما صورت ده اكبر من مغبرة بحاجة بسطة يعني فيه مقابر اكبر من بيت سيد درويش ابو راجل غلبان نجار على قده كده في كومة دكة وبتاعه لكن الوقت كان غاوي الغنى اول حاجة عملها سيد درويش انه كان يروح يغني مع العمال بتاع البنى فاكتشفوا انه بيعرف يغني انا شفت بعيني في مصر عندنا في بلدنا في مصر العمال يبقوا يشتغلوا وواحد صوته حلو يشتغل اقل منهم بس يسليهم بالغنى وماريات باشا ماسبيل وماريات عمل كتابة عن الاغنية الشعبية كان فيه اغاني العمال دول يعني واحد بيغني بس البقى شغال فالعمال قاله السيد درويش بقولك يا معلم ده تقعدين اهو عالكم بتاع الظلط ده وغني واحنا نبقى معاك بقى بنشتغل احنا عندنا في مصر بقى كله بيغني محاش بيشتغل ده الفرق ان في الواقع واحد بيغني والبقى بيشتغل احنا عندنا كله بيغني كله بيغني البلاد ما بدنش بالغنى بالدراسة بالعلم ومش بفكر الحاكم الاوحد اللي عنده الواحد لا بفكر جماعي ده الدرس اشتغل 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 ام ترسل